مرحبا جميعا اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء غامر اليوم نحن تلعب بي كيكستي اليوم رجعت لكم خضعة جديدة انا اكتشفتها اليوم رجعت لكم خضعي بتخليكم انكم تركبوا على الدراج و انتم حاملوا حيوانكم الاليف وبالتالي اذا كان حيوان يطلع اشياء مثل رينبو فالدراجة ستطلع رينبو يس جميعا خضعة انا اللي اكتشفتها فارح برجيكم اليوم ان شاء الله تعجبكم لانه كثير حبيت انه لانه كثير يا جماعة زعلت لما اكتشفت انه ما فينا ابدا نحمر حيواناتنا واحنا بالدراجة او بالمزلجة فكثير زعلت لكن بعضين صرت عم بكتشف وبعضين لقيت الطريقة و ما حد سواها لحد الان اعتقد فأنا اليوم رح برجيكم لكم مثلا ام لكم لما بكبس على حيوان بيقولوا لي نابل تو انتو رياكت يعني ما فيني اني اه يعني احمله و انا اعمسه فتمام اه ثلاث ايام بدي هالفيديو يوصل لالفين لايك و احطوك لكم لايك يعني هو زر الاعجاب و بس بحبكم كثير و هلا خلي انبلش بالخطوات شوفوا يا او من المنتم انا عيض بنفسكم الخطوات و اشرح剛 تيجب ان تصار شي بيجن إذا كان عندكم مثلاً كمان مثل حيواني كيكو انو بلاك بانتر وكان عندكم مثلاً هداك اللي بيطالع النار شو اسمه شو اسمه شو اسمه يا جماعة نسيت والله صح فاير ما ادري ويت اتذكر ويت ويت اه فاير فاكس التعلب الناري إذا كان عندكم إذا كان عندكم يعني هداك اليونيكون الجديد اي حيوان بيطلع اشي من ورعه ففيكن تستخدموه يس فكثير حبيت الخضعة لكوا قايز او لا ما زبطت هم المرحة اوكي رحنا عيد نعمله شوفوا قايز عم نكبس على الحيوان الاليف شوفوا نكبس عليه بعدين نكبس على المحفظة الباكباك بعدين بنروح على الاشي اللي بدنا نركب عليه وبسرعة منكبس على هذا تبع رقوب الحيوان يا ليس بسرعة لكن المهم يعني مو ضروري بسرعة يعني بتضل فايا يس او مياي جوواوات شوفوا قايز واو لكوا شوفوا بتطلع أنا جدا واو وطبعا قايز هل الخطت هل تصبط او مياي جوات شوف هل عملت طبعا المهم فهلا قايز قايز اعم تصبط عم تصبطها اي حيوان اليف يعني حذره حيوان يعني مشان حيوان الاليف يعني فيكم تستخدمو أي حيوانة ما تخافوا بسبب حيوانة الأليفة مثلا هاي ما بتطلع ولا إشي لكن الحيوان أليف رجع هاي الدراجة بتطلع ريمبو فيكن طبعا تمقلبوا فيها أصحابكن أو كده فيكن تعملوها كده بطريقة تمقلبون فيها أصحابكن تقولون هون شوفوا هالدراجة صارت بتطلع ريمبو ويعني كمان يا جماعة إذا أنتم شرعتوا هاي لأنه هاي طبعا رخيصة مو رخيصة كمان طبعا غالية بجواهر كثير أعتقد جواهر أو فلوس الممغالية لكن هي هاي أرخص من هديك لأنه ليش لأنه هديك بتطلع ريمبو فيها ميزات أكتر فإنتوا فيكن تبا قلوا أصحابكن تقولوا شوفوا هاي حتى لو رخيصة فيها ريمبو كمان شوفوا تدا شفتوا خلاص guys لا تخافوا yes oh my god عن جد صارت بتجن yeah oh my god أفكري guys حتوا لايك ليش لساتكم ما حطيتوا لايك حطوا لايك يا جماعة لايك يلا حطوا لايك لهاد الفيديو بليز oh sorry إنما بحطوا لايك أرجوكم بليز حطوا لايك خانوا مصر على الفيديو الأكبر عدد من اللايكة so yeah قلوا لي أنتو guys إذا ضبطت معكم هل الخدعة يعني روحوا هلا يعني لما تخلصوا هالفيديو روحوا وجربوها بيك ايك سدي وارجعوا بعدين ع هالفيديو متأكدوا أنكم حاطين لايك لايك وكمان اكتبوا لي تحت التعليقات إذا ضبطت معكم نعم لقد ضبطت معي لا لم تضبط معي لماذا لم تضبط معك لأنه مدري المهم أه أو صحب صحب بالله عشو صحير المهم معلكم guys صحب هلا يا جماعة رح نعيد الخدعة بيت بيت أعلى أعتقد لا المهم صحيحة أروري إذا أنتم اشتقتوا لجيكو لأنه زمان ما ظهر بفيديوهات يعني ظهر بالفيديو الماضي لكن لكن يعني من فترة بعيدة كثير ما ظهر بقناتي ما صرت بلعب كثير مع جيكو أصفي يا جيكو ومسكين هلا طبعا هو جوعان أوكي بعطيك أكل بعدين 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 تمام يلا لازم نلعب هلا شفتوا قايز مساكين الحيوانات اللي في هلا رح يتعبوا عن جد عفكري قايز طبعا بدي أقلكم إشي إنه هلا فينا طبعا إنه شو اسمه فينا طبع هلا إنه نلعب يعني مثلا فروت أو آه فينا نلعب طبعا فروت كاست كمان بيتزا أعتقد بيتزا ديليفري يعني توزيع البيتزا بالمزلجة وكمان بالدراجة يعني صار فينا نعمل هالإشي يعني نوزع بيتزا بدراجة نار على الفكرة قايز بقولكن إشي ولا تستغربوا لا تسخرون علي لأني لأني قايز طوني أعرف إنه إذا ركبنا على دراجة ما فينا نفوت على مكان مثلا هلا قايز ليكو رح أركب دراجة ويت شو أركب شو أركب وكي ركبت طبعا دراجة وليكو هلا طبعا ما بخلوني إنه يفوت على بيتشوب لكن ما مرح فوت كذا سووو يا قايز طبعا عفكري إذا كنتوا شفتوا الفيديو اللي قلت لكم فيه إنه رح تفتح فيه هديك البوابة أو فيه طبعا بس بوابة بواحدة مغلوئة يعني خلاص البيتشوب رح يكتمل أخيرا أو ماي جاد عنجد ما بعرف سراحة شو رح شو رح يعملون لكن طبعا أو ماي جاد طبعا اكتشفت أشي و Lean و بلدي قلكن آى إن بيتو أببا سراحة Or my god صلو كلمك رح تفتح بالتحديث اللي اللي98 ومسادة ولا ممسادة رح تفتحها بالتحديث اللي جاة أخيرا المهم يا 大的 وجود ظنات خلاص بس بوابة واحدة مغلوئة ظنات فيه قايز بوابتين مغلوقتين نعم المهم طبعا ارح قلت لكم الا اشيي اللي اكتشفت به بخصوص الحيوانات الأليفة هو البوابت العديد اللي رح تفتح لا تخافوا قايز على فكرة عطيت جيكو ياكل تمام فإش اللي قايز اكتشفت إنه هاي 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 الكرتوني هاي هاي هالبوكس هالصندوق هذا موجود نفسه بالإيميل اللي شفناه بهذاك الفيديو فعم حس إنه فيه إشي عنده علاقة بهالصندوق لأنه نفسه بس هدا كان مكتوب فيه إشي زي pet lover confidential أو كده إشي زي كده أرمان طبعا كده إحنا نختم هذا الفيديو قولوا لي شو توقعتكم بالنسبة للحيوانات الأليفة وكمان قولوا لي شو رأيكم بالخدع يس بس قايز بحبكم كثير وحطوا لايك وكمان حطوا لي فورو على الإنستغرام طبعي الرابط طبع على الإنستغرام طبعي موجود تحت بصندوق الوصف بس بحبكم كثير باي